والآن أعزائي سوف نبدأ زمناً جديداً هو present progressive أو أحياناً البعض يحب يسميه present continuous معناه المضارع المستمر ويستخدم هذا الزمن لنعبر عن فعل يحدث الآن في هذه اللحظة التي نتحدث فيها ولا تخلى له بالماضي أو المستقبل ولذلك من المفترض أن نستخدم كلمة now أي الآن أو أي كلمة أو عبارة أخرى تعطي نفس المعنى مثل now, just now, right now ومعناهم الثلاثة الآن at this moment, at the moment في هذه اللحظة listen, اسمع, look, انظر لنعبر عن شيء يحدث أمامنا في هذه اللحظة look out, احضر, احترس, خلي بالك wait, انتظر be careful, كن حريصاً be quiet, اهدأ nowadays, في هذه الأيام at present في الوقت الحالي for the time being of these days هذه الأيام ويتكون هذا الزمن يا أعزائي من verb to be الذي سبق وتحدثنا عنه am, is, are هتتذكوون ذلك مضافاً لهم am, is, are نضعها قبل الفعل الأصلي وهذا الفعل أضيف له تركيبة صغيرة من ثلاثة أحف هي I, N, G أخذ مثال لذلك I am working now you are working now he is working now عندما أسأل عن شيء ما الرد عن شخص ما الرد يكون إيه ماذا يكون الرد أين فلان أو ماذا يفعل فلان الرد he is working now وبكده يبقى احنا تعرفنا على تركيبة هذا الزمن وبما أن هذا الزمن يتكون من verb to be دعونا نتذكو شيئاً من الماضي verb to be إذا بدأنا به الجملة تحولت إلى سؤال إذا أضافنا بعده not تحول إلى النفي هيا إلى هذه الأمثلة I am working now I am not working now Am I working now Am I working now لحظنا الثلاثة أنماط من الجملة الجملة الإثبات الجملة النفي الجملة الاستفهمي سؤال آخر أو مثال آخر You are working now You are not working now Are you working now يبقى إذن هنعود إلى الجداول ولا داعي لكثرة التكرار هيا بنا إلى جزء آخر يجب أن نراحز الآتي عند إضافة I ING لفعل منتهي بE نحذف حرف الإ ناخد مثال Drive DRIVE عند إضافة ING Driving DRIVING وحذفنا حرف الإ Close يغلق CLOSE عند إضافة ING نحذف الإ كما حدث مع DRIVE Closing CLOSING جزئية أخرى إذا انتهى الفعل بحرف ساكن ما عاد V AND W قبله حرف متحرك يضعف الحرف الثاكن ما معنى ذلك SIT SIT عند إضافة ING SIT SIT T ING WT ضعفنا الحرف الساكن سبق وقلت طالما هناك حرف الساكن يضعف ما عدا ال V وال W SWIM يسبح عند إضافة ING SWIMMING لكن FIX FIX عند إضافة ING FIX يعني يثبت FIX X وحدة ING إذا انتهى الفعل بL قبلها حرف متحرك تضعف travel W-L-I-N-G quarrel يتعارك Q-U-A-R-E-L عند إضافة ING quarreling Q-U-A-R-E-L-L-I-N-G إذا انتهى الفعل ب-I-E مثل TIE TIE يربط LIE LIE يكذب DI DI يموت نحول ال-I-E إلى Y عند إضافة ING DI DI PLUS ING لما قيت أضيف ING بقيت SPELLING جديد بذاعي D-Y I N G ويستخدم المضارع المستمر للتعبير عن فعل سوف يحدث في المستقبل القريب وخاصة مع أفعال الحركة مثل GO COME وكذلك DO الله دي حاجة جديدة استخدمنا فيها ال-Present Continuous أو ال-Present Progressive مش عشان أعبر على حاجة بتحدث الآن لا ده المرة دي حستخدمه عشان أعبر على حاجة سوف تحدث في المستقبل WE ARE GOING TO THE CINEMA TONIGHT دي معناها WE WILL GO TO THE CINEMA TONIGHT يعني إذن إذن إحنا استخدمنا ال-Present Continuous علشان نعبر عن شيء في المستقبل لأن الفعل بتاعي فعل يعبر عن الحركة WHAT ARE YOU DOING IN YOUR HOLIDAYS ما ستعمل إيه في الأجازة بتاعتك WHAT ARE YOU DOING ما قلتش WILL YOU DO بعض الأفعال التي تعبر عن الشعور والإحساس والملكية لا تستخدم في زمن المضارع المستمر Present Progressive حتى وإن استخدمت في نفس وقت التحدث نأخذ بعض هذه الأفعال الأفعال اللي بتعبر عن الحواس SENSES مثل A C Here يسمع Taste يتذوق Smell يشم Emotions أو feelings الأفعال اللي بتعبر عن الحسيس مثل Like يحب Dislike يكبه Love يحب Need يعيد يرغب Hate يكبه Prefer يفضل Care يهتم يهتم Won't يريد Forgive يسامح المجموعة الثالثة قوة الإدراك والملاحظة Perception Opinion Thinking بعض الأفعال Seem يبدو هذه الأفعال جميعها لا نستخدم فيها أو لا تستخدم في المضارع المستمر وبكده يبقى انتهينا من هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر